يعني يا أحمد أنت متواجد في هذا الحدث الذي أكبر حدث لديزني طبعا منذ مئة عام وطوابير ومئة وخمسين ألف شخصه وأتذاكر وإيش الأجواء أكلمني عن الأجواء هناك وليس مهم بالنسبة لك أنك تكون موجود في هذا الحدث العالمي أول شيء أريد أن أقول أن القناة العربي هي القناة العربية الوحيدة الموجودة في الحدث ثاني شيء وراي الآن بالتحديد محل مكتوب D23 كان فيه طابور من الساعة أربعة الفجر من أول يوم نحن اليوم كان اليوم هو الثالث وكان ينتهى مع ديزني لجنز اللي تكلمتي عننا قبل شوي اللي كان فيه حفل التكريم وكان حفل كبير ثلاث ساعات من التكريم وكان مثل الأوسكارز الخاص بديزني لكن التواضير اللي كانت ورانا صورناها لكم على قناة العربية كانت مش طبيعية تخيلي معاي من الساعة رانص الناس يجمعون بره بس ينتظرون وبعد ما يسمح لهم يكونون قريبين من هناك يسمحون لهم أن يكونون قريبين على الساعة خمسة مع أن الأبواب تفتح الساعة تسعة الصباح واو طبا كده الطاقة كلها راحت يعني في الانتظار وفي الطوابير طيب يعني هذا الافتتاح استمر ثلاث ساعات ويمكن زي ما ذكرنا أنه كرموا فيه شخصيات كبيرة لكن كشفوا الستارة عن أسرار وشخصيات جديدة دين التفاصيل عندنا أفلام ومسلسلات وشياء كثيرة كشفوا عنها في أفلام رحيبة مثل أفاتار عندنا أكيد توري ستوري فايف وأكيد عندنا موانا وغيرها من أفلام وعندنا مسلسلات مثل أقافة أولا لونج عندنا وينور لوز من بيكسل وغيرها من مسلسلات بعد كشفوا عنها لكن الشيء اللي يخلي الطوابير تكون موجودة هنا لأنه لأول مرة دي 23 ينقسم إلى حدثين عندنا الحدث اللي هو المعرض اللي وراي وعدنا بعد في هوندا سنتر في آنهايم عندنا هناك قاعة هذه القاعة هي قاعة الهوكي تحولت إلى قاعة ديزني في قاعة ديزني اللي صار فيها إنه كل يوم كان عندنا حدث اليوم الأول كان الحدث الخاص بالإنترتيمنت اللي صار فيه العرض عروب لفلام عروض المسلسلات وكل شيء يخص كتر فيه من ناحية ديزني اليوم الثاني كان يحمل اسم هورايزن وتم الكشف فيه عن سفن جديدة كروزز جديدة كشفوا عن إكسبانشن حق تيم باركس كشفوا عن بعد غير هاي الشيء عطونا أشياء تخص الألعاب مثل تعاون اللي صار بين إبك جيمز ومع ديزني وتشوفنا شخصيات مثل دكتور ديوم اللي تكلمنا عنها من قبل على العربية وشوفنا شلون رح يدخل إلى عالم فورتنايت طيب وإيش الأشياء والمنتجات الحصرية اللي كمان أقول بيعت بمبالغ خيالية بنتكلم عن آلاف دولارات واللي خلصت مئات الآلاف دولارات واللي خلصت ما بيقى منها شيء إن تقتنات منها أم لا أنا أحب أقول لك أن عندي أكثر شيء العالم ينتظر على الحين هذه البطاقة اللي بيأدي هي بطاقة من المجانية تحصليها إذا زرتي على البوث الخاص دعني نقول بلوركانا اللي عاملين هذه البطايق هذه البطاقة موقع عليها من المصممين الاثنين حق اللعبة فعندنا واحد من واحد هذه البطاقة توقعي كم سعرها الحين في السوم هذه اللي عليها ميكي ماوس بس أعطيني رقم رين ما يعني أنا حقول إنه يعني خمسين ألف دولار ها أكثر أقل على إي بي البطاقة أكثر البطاقة هاي على إي بي إذا أي أحد حين قاعد يشوف العربية ويفتح إي بي ويكتب اسم البطاقة رح يطلع لهم إن هذه البطاقة قاعد تنبع من أربعمائة وخمسين ألف دولار إلى خمسمائة ألف دولار وعندنا إحنا واحد من واحد وما في مثلها في أي مكان في العالم وأنت تمتلكها يا أحمد وبس الله عليك مجنون أنت اللي اشتريتها بربعمائة وخمسين ألف دولار ما هذا الجنون أنا ما اشتريتها ها جاتك هدية أنا ما اشتريتها ما اشتريتها جات لهدية يا بختك يا أحمد وغير هاي الشي عندنا حابة أقول لك الموضوع اللي صار مع لوركانا إن كانت الطوابير عندنا من الساعة أربعة الفجر كانت الطوابير برا لكن داخل المعرض الطوابير كانت تستمر إلى تسع ساعات فقط علشان يأخدون هاي البطاقة هاي البطاقة هي مجانية تأخذها وقت لينتزدور البوث الخاص بلوركانا لكن عندهم كان عدد محدد ثلاثمائة بطاقة كل يوم فأول ثلاثمائة شخص يحصلوها فتخيل للطوابير فوق المائة ألف شخص كل واحد منهم ودي يحصل على البطاقة طبعا وإحنا كنا أحد المحظوظين وغير هاي الشي تم التوقيع عليها وعندنا فيديو للعربية راح نستعرضها في الأيام الجاية